اهلا بكم مشاهدنا من جديد رعى وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد حفل ابتتاح الممنى الجديد لمقر شركة هواوي صينية لتقنية المعلومات والاتصالات الرئيسي في مملكة البحرين ويأتي هذا التوسع الأضخم من نوعه للشركة الصينية تجسيدا لالتزام هواوي بدعم مسير التطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة ومنطقة الشرق الأوسط إضافة إلى تعزيز نطاق تواجدها في سوق التقنيات الخاصة بقطاع المشاريع والشركات في البحرين على وجه التحديد كما وقعت شركة هواوي مذكرة تفاهم مع كلية بوليتكنيك البحرين بما يؤكد التزام الشركة بالمساهمة في دفع عجلة تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة من خلال توفير تجهيزات الشبكة التي تحتاجها الكلية لفتاح مختبر تقنيات المعلومات الشركة الصينية العريقة الكبيرة جدا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طبعا نحن فخورين بوجود شركة هواوي الصينية في البحرين التي قررت في وقت سابق قبل أكثر من عشر سنوات أن تستخدم البحرين كسوق تنطلق فيه لسوق المحلي وأيضا للسوق الإقليمية اليوم بعد 13 سنة تقريبا هواوي عندها مثل ما سمعت اليوم أكثر من 680 موظف البحرين استثمارات في البحرين وجود شركات عالمية تكنولوجية في هذا المجال يساعد على أيضا أن الشركات البحرين الأخرى تستفيد أن القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضا السفيد توسعت مكتب هواوي ونقلتهم إلى مكتب جديد هذا شيء يدل على أن الشركة تنظر إلى البحرين كمقر رئيسي وأيضا مهم يعطيك انطباع على أن استمراريتهم في الوجود هنا والتوسع إن شاء الله بتكون مستمرة في البحرين نحن عندنا اهتمام كبير على الصين وشركة هواوي دليل على أن هناك فرص لاستقطاب استثمارات من الصين وجود هواوي في البحرين دليل على أن البحرين ممكن هي تكون مقر للشركات الصينية أن هي تتوسع من المنطقة من خلال وجودهم في البحرين أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم تغطية الإصدار رقم 1644 من أذنات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين وتبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 29 من مارس 2017 وتنتهي في 28 من يونيو 2017 كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذنات 2.22% مقارنة بسعر الفائدة للإذنات للإصدار السابق بتاريخ 15 من مارس 2017 حيث بلغ 2.19% وقد بلغ معدل سعر الخصم 99.442% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.428% علما بأنه قد تم تغطية الإصدار بنسبة 162% كما بلغ الرصيد القائم لإذنات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 1.810 مليار دينار بحريني في خبر آخر أقرت الجمعية العمومية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية توزيع أرباح نقدية تقدر بنسبة 50% من رأس المال المدفوع أي 50% للسهم الواحد والبالغة إجمالياً 8.57.000 دينار وقد اعتمدت الجمعية العمومية مشاهدين توصية مجل الإدارة بترحيل مبلغ 1.500.000 دينار إلى الاحتياطي العام وتدوير مبلغ 10.52.000 دينار كأرباح مستبقى مرحلة وتخصيص مبلغ 300.000 دينار للهبات والتبرعات هذا وقد أكد رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية عبد الرحمن فخرو للمساهمين امتلاك الشركة قاعدة مالية قوية تؤهلها لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في المستقبل فيما أكد الرئيس التنفيذي الدكتور عاد الحبيل مواصلة الشركة التركيز على الأسواق التي تنشط فيها والبحث عن فرص استثمارية واعدة بغيات تنميات أموال المساهمين مجلس إدارة متجانس منج من تشتقل بإخلاص وتشتقل بثقة وعندهم بجن سواء المجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وأيضاً المسائل للزبائن هذا شيء مهم جداً الزبائن هم العمود الأساسي والعمود الفقري للنجاح الشركة 2017 هي السنة الثانية من الخطة الاستراتيجية للثلاث سنوات 2016-2018 2017 هي استمرار إلى النهج اللي احنا بنينا أو ابتدينا بنقوم بعملية التوسع في محفظة القروض على حسب بناء على احتياجات اللهواء الزبائن أو المواطنين والمقيمين طبعاً نقوم بعملية التوسع في منتج البطاقات الإيتمانية لأنه في طلب للبطاقات الإيتمانية في البحرين نقوم بعملية الاستثمار في البنية التحتية لمنشآتنا والآن مشاهدين نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة مشاهدين من أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم حيث أغلقت المؤشرات الرئيسية لأسواق السعودية والكويت وأبوظبي على ارتفاع بمتوسط ربع نقطة مئوية فيما سجلت سوق دبي الماليين خفاض النسبة 0.21% متأثرة بضعف التداولات على أسهم قطاعات الاتصالات والبنوك أما بالنسبة لأداء بورصة البحرين المشاهدين فقد أقفل المؤشر العام عند مستوى 1377 نقطة من خفاض النسبة 0.37% مقارنة بإقفاله يوم الأثنين وقد بلغ إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة في بورصة البحرين مليون و740 ألف سهم وصك بقيمة إجمالية قدرها 592 ألف دينار بحريني تم تنفيذها مشاهدين من خلال 84 صفقة وقد تداول المستثمرون في بورصة البحرين مليون و540 ألف سهم بقيمة قدرها 392 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 81 صفقة وركز المستثمرون مشاهدين تعاملاتهم على أسهم قطاع الصناعة والذي بلغت قيمة أسهم المتداولة 124 ألف دينار أيما نسبته 21% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر